الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طلاب العزاء كيف حالكم؟ أرجو أنكم بكل نصيحة أيها الطلاب من الصف الصعب الحمد لله نحن أصلنا إلى نهاية المنهز للغات العربية من الفصل الأول اليوم آخر درسنا من الفصل الأول العام الدراسي ديزر إكوش 2021 سنة فنبدأ اليوم من صفحة 118 الصفحة أولاً أنا أقرأ عبارة النصوص والسما والترجم ثم الأصل والأجواب طلاب العزاء هناك في آخر الصفحة كلمتين جديدتين خطور نستا ففتر ففتر الزنو دارنا كرا الزنو دارنا كرا خزي لبارا دعوت الله وقلت اللهم قد عزستنا في الدنيا بالإسلام فلا تزلنا في الآخرة لعملنا أتريد أن تزلني يا رجل أمام الناس قالت الأم لأولادها أدخل الآن المطبخة لأعد لكم طعام الغداء أمنا تعد لنا الفطور كل صباح دعوت الصائم إلى الخطور وقلت له خز خطورك يا صائم أعزك الله أيها العبد الصالح يا عدو الله أزلك الله كما أزللت دين الله أريد أن أعزك ولا أريد أن أزلك أعد الله لنا الجنة وأعد لهم النار قال الواعز للتاجر غني أيها التاجر تسعى لدنياك ليلا ونهارا فماذا أعددت لآخرتك؟ أتظن أنك تبقى هنا إلى العبد أحببتك أيها الرجل الصالح لوجه الله أحب أن أجاهد في سبيل الله يا فاطمة على تحبين أن تنفقي ما لك في سبيل الله بلا أحب ذلك يا راشد أتحبها هذه الأزهار الجميلة؟ نعم أحبها لألوانها جميلة ورائحتها الطيبة أحبها لألوانها الجميلة ورائحتها الطيبة قال عم بشير لست صالحا ولكن أحب هذا الرجل الصالح وأرجو الله أن ينفعني هذا الحب في الآخرة راشد صديق أظن راشد صادقا راشد صادقا أظن راشد صادقا جننت راشد صادقا يا عيشة أتظنين أنك تستطيعين أن تتمي هذا العمل في هذا الوقت القليل لا أظن ذلك لأنه عمل صعب جدا ثم أترجم إن شاء الله دعوت الله وقلت اللهم قد عزستنا في الدنيا بالإسلام فلا تزلنا في الآخرة لعملنا أتريد أن تزلني يا رجل أمام الناس قالت الأم لأولادها أدخلوا الآن المطبخة لأعد لكم طعام الغداء أمنا تعد لنا الفطور كل صباح دعوت الصايم إلى الفطور وقلت له خذ فطورك يا صايم أعزك الله أيها العبد الصالح يا عدو الله أذلك الله كما أزللت دين الله أريد أن أعزك ولا أريد أن أذلك أعد الله لنا الجنة وعد لهم النار قال الوائز لتاجر غني أيها التاجر تسعى لدنياك ليلة ونهارا فماذا عادت لآخرتك تظن أنك تبقى هناك إلى الأبد أحببت أيها الرجل الصالح لوجه الله أحب أن أجاهد في سبيل الله يا فاطمة ألا تحبين أن تنفقي ما لك في سبيل الله بلى أحب ذلك يا راشد أتحب هذه الأزهار الجميلة نعم أحبها لألوانها الجميلة ورائحتها الطيبة قال عم بشير لست صالح ولكن أحب هذا الرجل الصالح وأرجو الله أن ينفعني هذا الحب في الآخرة راشد صادق أظن راشدا صادق زننت راشدا صادق يا عائشة أتظنين أنك تستطيعين أن تتمي هذا العمل في هذا الوقت القليل لا أظن ذلك لأنه أعمل صعب جدا تم تقراط النسوس على نترجم ثم نخرج الأسلا والأجواب إن شاء الله دعوت دكسي الله لك دعوت الله لك دكسي أرتد الله لك سدوك وقلتو أبنى مولا أبنى أغنقل كسي الله يشعر خلبي أغنقل يا يا عزاستناك في الدنيا للإسلام أي الله أحب اطلب ديرك إبشا دنية للشام بارسان إسلام دارا أنا أحب نامها درك إبشا دونيا للشام بارسان إسلام دارا فالتوزل لنا في الآخرت للأمالين يعني فالتوزل لنا أحب إلى الآخرت للأمالين شكراً Bertرaci وماللر كارنة الته فوادست آفومن كوربئنة اتو ريدو انتوزل لنی یا رجو لما منس هی لوگ تومی که اما که مانوش الشم نه افدسته کردتا شاو افد من کردتا شاو قولت اللهم لی اولادی ها ما ترس شنطن در کے بول لین ادخلو لانا المدبخ امی اخوان راننا گره پبش کر بولی عد لکم تو عمل غدا تو مادر جنو دو فرير کھاوار تو ایر کرال جنو اممنا تو عد لانا الفتو را کل صباح اما در ما اما در جنو خوطی شاکل ناستہ توری کرن دعوت السائم ایل الفتو امی روزادار کے ناستہ جنو دے کسی وقلت اللہ ہوئے بانک تاکہ بولی سیا خوز فتو رکیا سائم حی روزادار تمہار ناستہ تمہیں گحن کرا تمہاری افتر تمہیں گحن کرا عزکاللہ ایوها العبدالصالح حیش حط لوگ اللہ تمہ که شمنتے کروک یا عدو اللہ حیاللہ دشمان اللہ تمہ که حمان کروک اللہ دین کے اپ دستا فمان کرسلے اوریدوان عزکا ولا اوریدوان اوزل لک عمی تمہ که شمن کرتے سائی او حمان کرتے چائنا عد اللہ لانا الجنن وعد لهم النار اللہ مدر جنو جنت توی رکرے رکھے سے نبنگ تادر جنو جہنم ورثت کافر دے جنو قول الوائز لی تاجرین غنیین وائز بکتے اوپدش کاری وائز بکتا دونی بابشایی که بول لن ایو تاجر هی بابشایی تسالی دنیا کا لائلوان نحارو تمہ تمہار دنیا جنو رات دین چشتھ کرتے سال فامان آدت تالی آخرتی آدت تالی آخرتی جنو کی پرسط دینی سو اتا زنوان نکا تبقا ہنا الالعباد تمہ کی منکر تسو جے کھینے تمہیں چیرو دین تھاک بے احباب تکا ایو رجل صالح لیو جیلہ هی شات لوک امی تمہ که اللہ اور جنو بھلوششی سی احباب نجاہید فی سابیل اللہ امی اللہ تعالی راستہ جدھ کرتے پسند کری یا فاطمہ اے فاطمہ اللہ تحبینا تم فقی مالک فی سابیل اللہ تمہ کی تمہار مال اللہ راستہ کرس کرتے پسند کرو بھلا احباب ذالک امی شیطہ پسند کری یا راشد اے راشد اتو حبو حاضح الازحار الجمیلت تمہ کی اے شندر پھولگلو پسند کرو نام احبو حالی علوانی جمیلت و رائحت یا طیبا ہی امی شیطہ پھولگلو پسند کری یا گلو شندر کلار اے بان اتوام گانر جنو قل عمو بشیر بشیر ساسب اللہ لست صالحان امی شاتنا لیکن احبو حاضر رجل الصالح کینطو امی اے شات لوک پسند کری وارج اللہ این فعانی امی حاضر حبو فی الاخرہ ایمان عشق کری تاماک اے بھالغشا او فکر قربے آخرتے راشد صادق راشد شدت بادی ازرنا راشد صادقا امی دارنا کری راشد شدت بادی زنان تو راشد صادقا امی دارنا کرسی راشد شدت بادی یا عائشہ ہے عائشہ تزنی نواناک تستطعینا انتو تمہاہا هذا الامل را فی ازا الوقت القليل تم کی مانا کرو دے ایک قاس تمہاال فشرمر مطا شاش کرتے فر بے لا ازن نو زالک لا ازن نو زالک امی شتا مانا کرنی لیا نھو ملا أنصاب جددہ وحسن لدينا ألان الأسلاة والأجوة ماذا قال الله في القرآن؟ قال الله في القرآن اليوم أتمنت لكم دينكم وأتممت عليكم نيمتي هل أتمم الله علينا نيمته؟ نعم أتمم علينا أتمم الله علينا نيمته بما أعزنا الله بالإسلام ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمره الله أن يدوى الناس إلى الله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ماذا تقول في دعائك؟ أقول في دعائي اللهم أتمم علينا نيمتك إنه يحب الله ورسوله اللهم أتمم علينا نيمتك ماذا قالت الأم لأولادها؟ قالت الأم لأولادها أدخلوا الآن المطبخة لأعد لكم طعام الغداء لماذا تدخلهم المطبخ؟ لتعد طعام الغداء ألتعد الفطورة من لتعد طعام الغداء؟ تدخلهم المطبخ لتعد طعام الغداء ماذا أعد الله لنا وماذا أعد لهم؟ أعد الله لنا الجنة وأعد لهم النار ماذا قال الوائز لتاجر الغنين؟ قال الوائز لتاجر الغنين أيها التاجر تسعى لدنياك ليلة ونهارة فماذا أعددت لعاقرتك؟ أعتذن أن تبقى أنك تبقى هنا إلى الأبد أيها التاليب العزيز هل تحب أن تجاهد في سبيل الله؟ هل تحب أن تجاهد في سبيل الله؟ هل تحب الله رسوله؟ هل تحب الأمور؟ هل تحبك أمك؟ نعم يحبني أبي ويحبني أمي هل تحب فاطمة أن تنفق ما لها في سبيل الله؟ نعم يحب أن تنفق فاطمة ما له في سبيل الله ماذا قال عمو بشير؟ قال عمو بشير لست صالح لكن يحب هذا الرجل الصالح ورجو الله ينفعني هذا الحب في الآخرة لماذا يحب عمو بشير الرجل الصالح؟ يحب عم بشير الرجل الصالح للرجاء أن ينفعه هذا الحب في الآخرة طلاب العزاء اليوم لاهنا اليوم نحن وصلنا إلى نهاية المنهج المنهج للمتاهن الفصل الأول فجزاكم الله خيرا إن شاء الله نحن نبدأ في الدرس القادم المنهج للمتاهن الفصل الأول فجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله